بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ظرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ملدودا وبنين شهودا ومهدت له تنهيدا ثم يطمع أن زيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أجبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدة إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها ليحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سنككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منه أن يتصح فا منشرة كلا بل لا يخافون لاخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة